أهلا بحضراتكم من جديد وبالطبع البداية بالإنجاز الطيب والاستقبال الرائع من فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لأبطال مصر في دورة توكيو الأولمبية استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اللاعبين واللاعبات والأطقم التدريبية المتوجة بميداليات خلال دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في توكيو 2020 حيث قام السيد الرئيس بمنح وسام الرياضة من الطبقة الأولى لللاعبة الكاراتي فريال عبدالعزيز ومدربها هاني إشطة ووسام الرياضة من الطبقة الثانية للاعب الخماسي الحديث أحمد الجندي ومدربه عبدالرحمن محمد ووسام الرياضة من الطبقة الثالثة لكل من لاعبة الكاراتي جيانا فاروق ومدربها محمد عبدالرجال ولعب المسارعة محمد إبراهيم ومدربه محمد أحمد ولعبي الطيقوندو هدايا ملاك وسيف عيسى ومدربيهما أسامة سيد ومحمد مجدي والمدير الفني أسقر سالزار حضر مراسم التكريم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية فضلا عن كل من السادة رؤساء الاتحادات المصرية للخماسي الحديث والطيقوندو والمسارعة والقراتي وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أشاد بما حققته البعثة الأولمبية من نتائج وحصيل تلميدليات وأسهمهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية الدولية مؤكدا سيادته تقديره لأبطال مصر الرياضيين لما يمثلونه من قدوة للشباب في التفوق وقوة العزيمة وبزل الجهد وصولا للهدف ووجه السيد الرئيس في هذا الإطار بتوفير الإمكانات اللازمة لكافة الفئات العمرية من أبطال مصر الرياضيين في الألعاب المختلفة ودعمهم بشكل كامل بما يضمن استمرارهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية والاستعداد من الآن للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية القادمة 2024 في باريس أيضا فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية من خلال الصفحة الرسمية كتب كلام مهم جدا لأبطال مصر شرفت اليوم بتكريم أبنائي وبناتي أبطال مصر لما حققوا من إنجاز كبير خلال دورة الألعاب الأولمبية توقيو 2020 فهم خير قدوة للشباب في التفوق وقوة العزيمة والإصرار وأؤكد دائما دعم الكامل لتوفير كل الإمكانات اللازمة لكل الفئات العمرية من أبطال مصر الرياضيين بما يضمن استمرارهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية شكرا لكم يا أبطال واستعدوا لتحقيق إنجاز أكبر في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بإذن الله بعد حوالي ثلاث سنين بإذن الله هتكون دورة القادمة في باريس في فرنسا ويكون عندنا ميداليات أكبر والتكريم اليوم بالتأكيد تخير دافع للأبطال وأيضا كمان تحفيز قوي جدا للأبطال الرياضيين الآخرين الذين لم يوفقوا في هذه الدورة الأولمبية لتحقيق إنجاز خلال الدورة القادمة وفي النهاية بالتأكيد الدولة تدعم بشكل قوي جدا الرياضة وتقف خلف الأبطال اللي بيحققوا إنجازات طيبة لتشريف اسم مصر ورفع عالم مصر في المحافل الدولية طيب ده كان جزء مهم جدا لازم أبدأ بفقر الترند الترند والحديث المهم جدا عبر السوشيال ميديا لهذا الإنجاز والحدث التاريخي وحرص السيد الرئيس على استقبال أبطال مصر الجزء الثاني وهو متعلق ب ترجمة نانسي قنقر